أصيب عشرات الفلسطينيين الخميس بجراح وبحالات اختناق في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عشرات شبان أصيبوا في مواجهات مع الاحتلال في بلدة سعير قرب الخليل جنوب الضفة الغربية بينهم مصاب بحالة حرجة واستخدم الجيش الصهيوني الرصاص الحية والمطاطية وقنى من الغاز المسيل للدموع فيما رد الشبان على القوات برشق الحجرة وقالت غرفة العمريات المركزية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في ميان لها إن طواقمها تعاملت اليوم مع 43 إصابة في مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال على مدخل مدينة طول كرم الغربي شمال الضفة الغربية وكانت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت مستشفى في مدينة الخليل حيث أعدموا بدم بارد شابا فلسطينيا يدعى عبدالله شلالدة قبل أن يعتقل ابن عمه الجريح عزام شلالدة حدثة إعدام الشهيد شلالدة واعتقال ابن عمه أثارت ردود أفعال واسعة فقد اعتبرتها الخارجية الفلسطينية دليلا على استهتار الكيان الصهيوني بكل القيم الإنسانية ووصفتها بأنها تمثل إرهاب الدولة حدثة إعدام الشهيد شلالدة واعتقال ابن عمه أثارت ردود أفعال واسعة فقد اعتبرتها الخارجية الفلسطينية دليلا على استهتار الكيان الصهيوني بكل القيم الإنسانية ووصفت الحادثة بأنها تمثل إرهاب دولة منظم كما اعتبرها وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد دليلا واضحا على أن إسرائيل لا تقيم وزنا لكل المواثيق الدولية والإنسانية الناطق باسم حركة حماس أمي أبو زهري رأى أنها تدل على أن الاحتلال هو مجرد عصابة تمارس أعمال القتل والخطف وتستخف بالمواثيق والقوانين الدولية